هانت ولا لسه؟ هانت في أن الفيروس يبقى فيروس موسمي الفيروس ده قاعد معنا مش هيسبنا خلاص حيتطور وهيتحور وهياخد أشكال مختلفة وقد تزيد سرعة انتشاره وقد تقل الأثار الممرضة ليه ودي أخبار كويسة لكن الفيروسات بتظل موجودة منذ ملايين السنين ما بتختفيش بتتبين في صورها وهل تتبين كمان مناعات الناس لمقاومة طبعا حيظل خلينا نتكلم الواقع حيظل 85% من البني أدمين ما بيتأثروش بشكل كبير بالفيروس و 15% من الناس هم اللي أكثر تعرض لأثار ممرضة لكن خلينا نقول حاجة احنا السنة دي غير السنة اللي فاتت غير السنة اللي قابليها احنا كبشر اه كماناعة بشر احنا ما كناش شفنا الفيروس ده خالص شفناه وتعرفت عليه بقالنا تقريبا سنتين وشوية جهزنا المناعي تعاطى معاه في ناس خدوا الإصابة وخفوا وفي ناس تعرضوا للإصابة وما حسوش وفي ناس خدوا الإصابة وجات لهم أثار شديدة جدا وما بقوش معنا بزا وفي ناس جات لهم أثار شديدة جدا وتعالجوا وقاموا وفي لقاحات ما كانش عندنا لقاحات قبل كده في الوقت فرقت كمان في تأثير الإصابة علينا اه فده كله بياخدنا لحتة كلنا نتمنى أن احنا نوصلها في العالم كله بأشكالها وهي مناعة القطيع اه وهنا لازم أقول حضرتك أنه كان بيتقال لما عام ني كران انتشرت قوي كده وبقت سريعة الانتشار وقلنا أنها أضعاف كورونا وإحنا شايفين ده يعني أنا بتخيل كده أن احنا دلوقت ما فيش مجموعة من الناس في أي مكان إلا وكان 50% منهم مصابين حتى عارفين أو مش عارفين مظبوط؟ تمام لا لا إحنا ولينا ده إحنا عملنا أبحاث ولينا فيها ده خدنا السلونا اللي فاتت من عدد من الأشخاص عينات دم وبصينا فيهم أجسام مضادة ولا أدد فيروس الكورونا ولقينا أن فيه 40% من الناس وهم مش واخدين بقى لهم عندهم أجسام مضادة ده اندكيشن وده حاجة في العلم يعني بالمناسبة من زاوية كده دكتور محمود مطمئنة جدا 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 وعشان كده أريد أن أسأل حداك على مناعة القطيع هل عميكرون هو اللي هيودين أو ودانا خلاص بيودين لمناعة القطيع فنهدأ نخلع الكمامات ونتعامل معها كأنفلونزة موسمية أوه خلينا بس نقول حاجة أنا وحشني شكل الناس بس يعلم أن مصر الحقيقة من فترة طويلة جدا الشعب المصري قرر وقد قرر كده منه لنافسه في الصيف قررنا يعني اللي حصل في الصيف اللي فات في اسكندرية مثلا أو في الساحل الشمالي كان فينا منها كان ظاهرة والظاهرة دي تقول أن لو كان عندنا حالة واحدة بس أو حالتين وسط الملايين دي وكانش فيه مناعة قوية كان انتشر كنرث الحشيم وكان بقيت مشكلة كبيرة جدا إذن حكاية مناعة القطيع هنوصلها آه هنوصلها وقربنا نوصلها وقد نكون وصلنا لها ليه؟ لأننا زي ما قلت فيه ناس خدوا إصابات وفيه ناس خدوا لقاحات وفيه ناس خدوا إصابات ورجعت خدوا إصابات تاني فيه ناس تعدوا وتعدوا مرة تانية طبعا أنا لأننا حبيبتي الكورونا دي كلنا يعني أعطى فيه ناس كتير فده يقول إيه؟ طيب عشان بس حكاية إجراءاتنا الاحترازية ونخلي بالنا إزاي يعني مش بقول طبعا دلوقتي لكن بقول هل ده يودينا لأنه يتم تعامل العلم مع كورونا على أنها انفلونزا؟ لا لا هي مش هي ده فيروس وده فيروس وعيلتين مختلفتين من البلاد لا هنتكلم أنا هعبر عليها لو سمحتيني بشكل آخر حل نتعامل معاه لأنه نزلت برد شتوية عادية نتيجة إصابة بأحد الفيروسات الرئوية اللي بتدي أعراض متشابهة احنا قريبين لده حلوة لكن 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 ده ليه ما خاسم نفرح ده ليست ماقول حلوة قوي هفرح مهم 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 أن احنا نقول حيظل مجموعة من البشر هم المجموعة اللي يجب أن نأخذ يعني رعاية يأخذه لعاية آه ويتحرك تمام اليوم أولوية في العلاج أولوية في التطعيم أولوية في العزل لأن احنا نعلم أن هذه المجموعة سواء نتيجة التقدم في السنة والإصابة بأمراض مزمنة أو نتيجة خبرات سابقة من إصابات أخرى إصابات سابقة يعني أن الناس دي بيصح عليهم أعراض شديدة جدا قد تؤدي لقدر الله إلى الوفاء ملاح يحمد عقبة ترجمة نانسي قنقر